عايز أقول لكم الأيام الجاية دي كلها الرئيس الصعيد كل الأيام الجاية دي كلها في الصعيد جولة ووقت طويل في صعيد مصر تشرة في الصعيد الصوت والمينيا والسهاج والقنى والأقصر وأسوان والفيوم وافتتاحات مش عايز أقول لكم في كل هذه المحافظات اعتبرنا من بكرة يعني من بكرة هتجدوا افتتاحات تقريبا معظم محافظات الصعيد فيها في افتتاحات بكرة مشروعات جديدة لعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهلنا في صعيد مصر كنت بتكلم من كم يوم عن الصعيد ونفضل نتكلم عن الصعيد فالدولة دي بتشتغل في كل مجال وبتعمل لكل الناس والنهاردة هي شافة قوي حق المواطن المصر وحق الإنسان المصري ومحدش يقدر أبدا اللي بتعمله مصر حد يقدر يقول لها دائد طيب الأمريكان أشادوا بينا أوروبينا أشادوا بينا كان بعانا من اسبوعين كده تلاتة من أعضاء البرامان الأوروبي هنا هنا على الهوى اتكلموا عن حقوق الإنسان في مصر وهما شافوا إزاي حقوق الإنسان هما جم وتجولوا في مصر وشافوا مصر فيها إيه اللي عادين دول برة ما يشافش مصر هو يقرأ بس عن مصر أو يتبعطوا بيانات بتاعت المنظمات اللي واخد تمويل يقولوا لحا دا عمله و تساوه فهو يعتمد على دا طب ما تعتمد على المصادر ما تسألوا حتى أعضاء البرامان الأوروبي لما كانوا معنا قال لك المشكلة عندنا في أوروب محدش بيسأل بياخدوا بيانات من جهات معروفة مرتبطة بتنظمات بتاخد تمويل وبالتالي هو عارف التقرير اللي بيطلعه بيكتبوا عشان إيه فكمان لازم يبصوا على الجزء الأهم اللي بيتعمل